الخبر الأول اللي عدنا عن محمد جواني وتأجيل المقطع الفضيحة ولكن لا تخافون التأجيل رح يكون لساعة سبعة يعني بعد ساعتين فمحمد جواني نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات حاجة بيها عن سبب التأجيل وبنفس الوقت يقول مهما نزل من الردود هذا رح يكون أخرد إليه رح حطوكم الستوريات شوفوها السلام عليكم حبايبي كيفكم أشارك باركن معكم جواني أصدقائي لكل الناس اللي هم يسألوني جواني ايمت فيديو اليوم فيديو اليوم بطلع 27 دقيقة يا جماعة حقيت القصة كاملة خلاص بيكفي بعد هذا الفيديو والله العظيم هو وعد شرف إذا بطلع الحفوظ بطلع ريحته وإذا بطلعه بيحلفه وبكو بتبكبكو هذا آخر فيديو بيكفي أنا عن جدنا مليتهم بتابعين مليوا وعنا كثير محتوى ألزم منهم مشان هيك يا جماعة رح نزل على الساعة سبعة مشان بتابعين اللي بيشتغلوا الله يعطيهم ألف عافية طبعا الفيديو بدي هذا الفيديو تنشروا بكل مكان الخبر الثاني اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وأمجد وردهم على محمد جواني قبل ما ينزل مقطع الفضيحة المنتظر فأمجد نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات يقول هو منتظر إنه ينزل هذا المقطع ونه هيهدده إنه رح يفضحه من هالكناب فشوفوا الستوريات عم كتمنك حباقي كيفكم يا عالم كتير عم تبعت لي ألف سرصور ممكن اليوم بدي نزل فيديو مبارك ونهو خليه نزل أنا أصلا ناطره على غلطة والله لا أطلع أفعصه والله قلوا له خليه تخبر الزاوي اللي عنده جاي أفعصه من الوضح إنه مسلسلنا مستمر عليكم اللي يكتبوننا رأيكم بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن أنس الشايب وسفر البيسان اسماعيل فأنس الشايب نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات هو بالطيارة دي يسافر البيسان وبالنسبة للكورونا فهو مجرد كانت عندها عراضه بعد ما سوى الفحص الحمد لله طلعه سليم ما بشي وإن شاء الله يوصل بالسلامة الخبر الرابع اللي عدنا عن رغدة وعن إعلانها عن تسجيلها الأغنية جديدة فرغدة نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا للستوري اللي أعلنت بها عن تسجيلها للأغنية وبنفس الوقت قولي إنه الأغنية حماس ومن هذا الحاجي فيحطوكم الستوريات شوفوها وعدينا إنها مش جيش رغدة الجزء الثاني وعدينا أشيية إنه مش أغنية جديدة وجيش رغدة لا لا مولا جيش رغدة لا للجميع وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع شاناكم في زي مقاتل مملكة القصص ولكن أتوقع نحيكون لكم مقطع ثالث فانتظرو